مرحبا بكم مطامع وتكالب ومهددات للأمن القومي السوداني في ظل الظرف السياسي والأمني الذي تعايشه البلاد من قبل دول الجوار الأمر الذي قاد لوقوع انتهاكات على الأراضي والسيادة تستوجب الرد الحاسم دون إبطاء حسب ما يرى مراقبون استباحت قوة شادية مدججة بالسلاح الناري الأسبوع الماضي غربية البلاد الأرواح وتوغلت لداخل إقليم دارفور هذا الأمر أدى لوقوع اشتباكات مسلحة راح ضحيتها ثمانية عشر سودانيا وخلفت عشرات الجرحى وفي تدخل يصفه البعض بالسافر وبانتهاك السيادة الوطنية والتدخل في شؤون البلاد الداخلية أقدمت إرتريا على دعوة زعماء إدارة أهلية للمشاركة في لقاءات تشاورية مع الحكومة الإرتريا بمعزل عن السلطات الحكومية السودانية إذن هي تجاوزات وانتهاكات تستوجب محاسبة كل من شارك فيها أو شرع في التواصل مع طرف أجنبي مغية انتهاك سيادة الدولة على الرغم من خطورة مثل هذه الأفعال لم تقدم الحكومة السودانية على اتخاذ أي خطوة بشأن منتهكي سيادتها وغضت الطرف عنهم دون رد فعل الأمر الذي يعده البعض مؤشرا خطيرا وقد يغري آخرين لاتخاذ خطوات مشابهة استسهال الأمور وسياسة غض الطرف التي تنتهجها الحكومة تجاه أكثر القضايا حساسية على الإطلاق يرى البعض أنها مهددة لبقاء ووحدة البلاد التي تعيش عهدا لا دولة في ظل حالة الفراغ الدستوري والغرق في مستنقع الفشل أهلا بكم أهلا ومرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث نرحب بكم ونرحب بكل متابعين الكرام على المنصات الاجتماعية المختلفة ونرحب بكل الذين استمعون إلينا عبر إذاعة سوداني 24 على الموجة على إذاعة سوداني 24 FM داخل ولاية الخرطوم وما جاء ورها نرحب بكم ونرحب بضيوف الكرام داخل الستوديو الذين يصحبون طيلة هذه الحلقة في نقاشنا عن أوضاع الحدود هذا بالطبع عطفا على الأحداث التي حدثت غرب البلاد ومقتل 18 سودانيا نتمنى لهم الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء لمن جرح وهم بالعشرات جراء هجوم قوة شادية عليهم وأيضا الأحداث السياسية أو الأبعاد السياسية للمشاورات الحكومة الإريترية مع وفد سوداني دون إختار للحكومة السودانية أو دون تنسيق ما هي مآلات هذا الأمر وأوضاع الحدود ككل إذا وجدنا متسعا من الوقت ورحبوا بكم ورحبوا مشاهدين كرام داخل الستوديو ورحب بالدكتور الهادي عجب الدور الأكاديمي والقيادة بالجبهة الثورية ورئيسا المعهد الأفريقي الدولي للسلام بروكسل دكتور الهادي أهلا ومرحبا بك معنا اليوم مرحبا بكم وشكرا لقناة سوداني 24 وشكرا للمشاهدين العزاء أتمنى أن تكون حلقة شيقة وهادفة مرحبا بك ورحب أيضا بالأستاذ عمار العركي الأكاديمي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أستاذ عمار أهلا ومرحبا بك معنا اليوم مرحب بك أخ راشد ومرحب سوداني 24 ومرحب بأستاذ المشاهدين نرحب أيضا بالأستاذ محمد إدريس الصحفي المهتم بقضايا شرق السودان أستاذ محمد إدريس أهلا ومرحبا بك معنا اليوم في دائرة الحديد مرحبا بكم ومرحبا من المشاهدين الكرام سعيد جدا أن أكون معك أستاذ راشد نبع وفريغ الحمل نعم مرحبا بك دعني أبدأ معك دكتور الهادي 18 سودانيا قتلوا على الحدود الشادية في نزاع وصف بأنه نزاع اجتماعي ليس نزاعا بين دولتين لكن 18 قتيل وعشرات الجرحة وروايتين رواية سودانية ورواية شادية خرجت بها وقوات المشتركة الشادية ربما تختلف بعض الشيء عن ما ذكر وعما سمعنا لكن بغض النظر عن كل هذا الأمر نلاحظ طيلة سنين الأخيرة ثلاثة سنوات الأخيرة في كثير من المناوشات وكثير من التعديات من دول الجواء هل مرحلة الرخوة والهشاشة الأمنية والسياسية والسيولة السياسية والأمنية في السودان لتدفع الدول لأنها لا تدير بالا لما يحدث في السودان وتمنع المتفلتين منها ولا أن الأمر هذا أمر محبوك وأمر مقصود ضد السودان نترحم ونعزي أسر الضحايا الذين قضوا في قرب دارفور وأيضا كل السودانين الذين قتلوا في الحدود نسأل الله لهم الرحمة والغفران مسألة التداخلات الحدودية بين السودان والشاد هي مسألة ليست جديدة بحكم أن هناك اشتراك بين المكونات الاجتماعية في شاد وفي السودان هناك حوالي 30 مكون اجتماعي ما بين قبيلة لفرع من القبائل موجود في شاد وموجود في السودان يعني إذا أخذنا مثلا محافظة وادي فيرة في شاد نفس القبائل التي تسكن محافظة وادي فيرة في السودان هي تسكن في شمال دارفور وفي قرب دارفور وفي مناطق أخرى في السودان أيضا نفس الشكل في محافظة وداي في منطقة أبشي وما جاورها كل المشتركات القبلية سواء كان في شاد أو في السودان لديها امتدادات عميقة هذه الامتدادات سواء كان على مستوى الثقافي أو على المستوى الاجتماعي فلا يمكن بأي حال من الأحوال الانفكاك وقطع التواصل بين السودان وشاد يكاد يكون يعني شاد خاصة للمواطنين في قرب السودان يعني هناك تشابه كبير إذا كان هناك في العادات في الكلور في المزاج الاجتماعي والمزاج العام وأيضا الحدود السودانية الشادية هي حدود طويلة وحدود يعني يصعب التحكم عليها أو مراقبتها بالإضافة لذلك وجود القوات المشتركة هي نقطة تعاون هذا التعاون إذا كان يعني في ظل ظروف مهيئة لا توجد إشكالات في السودان ولا يوجد وضع مرتبك في تشاد يمكن أن يتم الاهتمام وتفعيل هذه القوات لكن الوضع السوداني الآن كما تلاحظ وضع مرتبك فيه إشكالات كبيرة فيه انسداد في الأفغ السياسي فيه تجازبات وأيضا تشاد لا تشير عن ذلك لذا وجود معارضات سياسية في تشاد من اتجاه الشمالي كل هذه الأمور تؤدي إلى مهددات حقيقية طيب أستاذ عمار هل تتفق مع دكتور الهادي فيما ذهب إليه يعني الأوضاع السياسية في السودان تشكل عامل ضغط وأيضا الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد أيضا تشاد أيضا خارجة من عدد من المشكلات يعني بداية باغتيار رئيسها السابق إدريس ديبي مرورا للمعارضة المسلحة التي تسحف صوب المدن الرئيسية ومناوشات هنا وهناك وحديث عن انتخابات وما انتخابات هذه الأوضاع في الدولتين هي التي تدفع هذا الأمر في صوت ثاني بيقول أنه والله يا أخي المسألة هي هي مسألة مقصودة معركة تكسير العظام والتفتيت من الأطراف نعم نعم وأنا تقل مع سيدة الدكتور لكن بحب أن أوضح جزية أن الصراع الحاصل الآن في المنطقة ككل يكاد يكون على امتداد الحدود القربية أو الشرقية غربي إفريغية أو شرقي إفريغي طبيعة المنطقة وحصائصها زي ما تفضل سيدة الدكتور والمشتركات الموجودة يكاد يكون هذا الوضع الذي ذكره الدكتور مطابق في إريتريا وفي جنوب السودان وفي أفريغيا الوسطى فهذا التدخل أو السيمات التي تجمع المنطقة جعل الظروف والأذمات تكاد تكون واحدة هذا من ناحية عامة من الناحية الخاصة مثل ما ذكر السيدة الدكتور هناك الاستغلال للوضع الأزمات التي حدثت في السودان وبعض التدخلات الخارجية لا نقفل هذا الجانب التنافس الدولي أو التنافس الأغليمي من بعض الأغليم شجع بعض هذه التحركات ودفع بالتوترات السياسية والأمنية في المنطقة ولكن أود القول أن السودان بصورة عامة التعامل مع الظواهر لا توجد الاستراتيجية أو لا يوجد رؤية كيفية التعامل مع الأزمات دول الجوار فهذه الأزمات أخرى أشد تكاد تكون متكررة ليست جديدة ولكن لم نحسن التعامل معها أو العلاج كيف يمكن أن نحسن التعامل معها وكيف يمكن علاج مثل هذه الأزمة موجودة في دولة تانية أنا مالي أنا من الدوري في مرحلة من المراحل كان السودان يكون له تأثير كبير جدا في الجاد وفي أفرغ الوسطى وفي إيريتريا وفي أسلوبيا كل الدول التي الآن تعاني من هذه الأزمات السودان كان له دور كبير في ترسيخ الأنظمة في الاستقرار السياسي ولكن لم نحسن استثمار هذه الفرضية هذه التعامل مع الشات في مرحلة من المراحل كانت هناك تعاملات في إطار العلاقات العامة الشخصية من أجهزة الدولة كانت موجودة في النظام السابق فللخارية كان رؤية في التعامل للقصر كان درؤية للتعامل حتى المكونات القبلية التي لها دور كبير أنت تقصد أن الحكومة الحالية لأن كل مكونات العسكرية والمدنية لا تملك رؤية للتعامل مع لفات الخارج سيد محمد الدريس ورحب بك في حلقة اليوم موضوع آخر شائك يعني استقبله عدد من السودانين يعني بطريقة فيها كثير من الاستفهمات خبر عنوي للناس أن الحكومة الإريترية تدعو رموز أو زعماء إدارة أهلية للمشاركة في لقاءات تشاورية دي مسألة ما بتحصل أصلا إلا في حالة استفزازية من دولة تقصد أن تقوم باستفزاز دولة معينة فهي تدعو معروف أن الإدارات الأهلية دي بشكل من أشكال أو مستوى من مستويات الحكم في الدولة فلا يمكن أن تتعامل معها بشكل مباشر دون التنسيق مع المستويات الأخرى وإختارها وإعلامها كده بس لقاءات تشاورية مباشرة طيب ما بكرة كل الدول حتنسق مع كل الإدارات الأهلية في السودان وخلاص وين الدولة في هذا الأمر ماذا تقصد أريترية بهذا الأمر طيب نحن إذا بدأنا راشد بموضوع المؤتمر ومنصم المؤتمرين وطريقة الدعوة والخلل الصاحب الموضوع لأنه بعد ذلك رجعت الوفود عادت من منطقة اللفة الحدودية ولا تزال حتى الآن الرؤية غايبة بما إذا كان هذا المؤتمر أنه سينعقد في أنباء أنه يمكن أن يتتوجه الوفود بالطيران دي كلها خلينا نبدأ بالموضوع الأول أنه بحكم الجوار والمشتركات التي غيلت في ما يليشات هي أيضا موجودة بالنسبة لشرق السودان وغرب أريترية نفس المكونات والامتدادات والمصير والمصالح استغرار شرق السودان يعني كثير بالنسبة لأريترية أكثر من أي دولة أخرى إذا كانت عدد من الدول الغريبة والبعيدة تطرح مبادرات من باب أولى الجوار يطرح مبادرة لكن بشرطا تكون هذه المبادرة بالباب ما رأيك؟ طرحت أريترية رأيك في الشهر طيب حتى الآن أستاذ راشد لم تطرح مبادرة وأنا باستقر بأنه كيف يشارك مؤتمرين بالمناسبة ليس مكونات غبلية فقط هو سياسية لأنه في شرق السودان في الأمن الأخير اختلط الحابل بالنابل اختلط ما هو غبلي بما هو سياسي يعني عادي الزول السياسي تقول يعني يكون هو رئيس حزب أو مؤمين عام لحزب وهو ناظر غبيلة أو في مجلس يغال أنه قمتت السياسة بإدارة الدولات أيوة يغال أنه مجلس غبلي ولكن فيه سياسيين معروفين مارسوا السياسة بفترة طويلة طويلة 30 عاماً كانوا في مناصب في حكومة السابقة ولديهم اتفاقية مع الحكومة وغيره المهم الوفود فيه سياسيين من لي قبل التصحيح إنه ما فقط عشائر بل بالعكس فيه زعماء عشائر معروفة اعتذروا عن هذا المؤتمر بشكله الفطير والغير مرتب طيب الناس ماشي وفي تصريحات ويتكلمون أنه ليس هناك أجندة واضحة للمؤتمر طيب أنت كمؤتمر ماشي لماذا إذا أنت لا تعلم فحو هذه المبادرة يغاللنا مبادرة لجمع المكونات الاجتماعية وطرح رؤية طيب لا نستطيع أن نذهب ونستمع إلى رؤية من جوار لكن يمكن أن نطرح موضوعاتنا في طاولة المائدة الأريترية لأنه سبق وأن تبنت أريترية مؤتمر الأسمر في 2006 لكن مؤتمر أسمر ممكن يا محمد كانت تنسيق معاه طيب أنا ولا رجع لك أنا عاوز التواصل لكن عاوز برضو رأيك لو سمحت لي في السياق برضو في نقطة معينة شنو رأيك في المسألة بتاعت الدعوة المباشرة من الحكومة الأريترية أنا ما عارف حتى طريقة الدعوة تمت كيف طيب من الخارجية الأريترية ولا من أفورقي مباشرة ولا من نافذين مباشرة للإدارات الأهلية تجاوز وزارة الخارجية تجاوز الدولة تجاوز مستويات الحكم في الدولة كيف يمكن أن يصنع حل بهذه الطريقة المستفزة الفوضوية يعني صحيح في أصل الدعوة يغالى الآن الرواية المتداولة من جانب الأريترية أنه في وفد أتى إلى الخرطوم في رمضان الماضي في شهر رمضان المعظم وفد رفيع من قيادات أريترية قدمت طرحة رؤية حول غضايا السودان وكان في تصريحات سبغت ذلك من رئيس الأريتري أنه يتحدث عن الوضع السوداني وزي ما أنت عارف يعني قضايانا أصبحت في كل الطاولات صحيح تحدث الوفد بأنه هو دار يطرح رؤية حول الجمع فكانت في موافقة يغال أنه في موافقة مبدئية أو موافقة ضمنية بعد ذلك يجب أن تكون في غنوات رسمية من اتصال بوزارة الخارجية واختار واختار وزارة الحكمة الاتحادية موافقة من منه؟ موافقة من السلطة السلطة الحاكمة في السودان وفي بزارة الخارجية تقول أنها لم توافق على نعقاد المؤتمر وتم تصريحات لوزيرة الخارجية وبتتحدث عن أنها أخطرت بصدد ابتعاث ممثلين للخارجية بالضبط يعني كأنما أريتريا المكونات دي مكونات أريتريا قاعدة عندها مشاكل في أريتريا وليس مكونات سودانية طيب الموضوع ده في خلل كبير في تجارة بريتريا كويسة في أنها تستضيف مؤتمرات لقضايا السودان في السابق في خلل جوهري في هذا الموضوع لا يمكن أن أن تقبل تمشي النقطة الحدودية 13 عشان ما بعد ذاك السفير الأريتري يسهل دخول العفوض ويتضح أن هناك عدم علم وتنسيق حتى مع حكومته لا يتكسل السلطات في المعبر ردت بأنها لم توافق على إصدار تأشيرات وبالمناسبة الحدود مقلقة منذ أربع عوام في إعلان طوارئ وفي إجراءات حتى لو في دخول وخروج بيكون باستثنات لو لم ترتب الموضوع مع السلطات السودانية بالتأكيد بيكون الموضوع هل يرجى من هذا المؤتمر تخير يا محمد تريس؟ مؤتمر تم بهذه الظروف بشكل واضح هل تعتقد أن هذا المؤتمر يمكن أن ينعكس بشكل جيد على الأوضاع في شرق السودان؟ أنا أفتكر أن هذه الطريقة نفسها تسبب خلل كبير لأن المكونات هذه نفسها تلقت دعوات مماثلة من السلطات السودانية من سيد رئيس لجنة شرق السودان الفريغ الكباشي وفريغ أول محمد حمدان دقل أيضا بأن يقعدوا مع بعض يعني هم القاعدوا في الحدود كان أولى في المنفس الحدودي كان أولى يقعدوا هنا ويتصافوا في البلد لأن حتى الآن المسار مجمد إذا كان هم نقطة خلاف لا توجد إشكالات حقيقية بين المكونات الاجتماعية لأنه إشكال سياسي من مجموعة بترى إنه رافضة لمسار شرق السودان وهذا طبعا من حقه إنه تنظر لهذا الأمر من هذه الزاوية يمكن أن يحقق مكاسب يمكن أن تحقق إضافات هذا برضو بوري أنه ربما تكون هناك رغبة لتمرير الاتفاق الغديم الذي يوقع في عام 2006 وربما أيضا الكلامة زي ذا بيفتح نغاش هل باستطاعة السودان أن يستضيف ما هناك معارضة أريترية هل باستطاعة السودان أن يستضيف معتمر لمعارضات أو لقوة اجتماعية وسياسية أريترية داخل الأراضي السودانية طبعا بالتأكيد لن توافق لقوة أريترية وهو السودان أصلا ولا قاعد ينسق الأيام دي حتى مساءله الداخلية مع الدول مع الدول الأخرى دكتور الهادي يعني في شهرين أو في ظرف ثلاثة شهور خلينا نقول مشاهد اللي عدد من الجنود عليهم الرحمة في شرق السودان في أسيوبيا في داخل الأسيوبي خططفوا من داخل السودان قتلوا وسحلوا وعذبوا وبشعوا ومسلوا بأجسادهم وصورهم انتشرت حتى على وسائل الإعلام الأسيوبية وصوشال ميديا في أسيوبيا بعدها بأيام أو بفترة قليلة في غرب البلاد مناوشات هنا وهنا هل أصبح الدم السوداني رخيص كل هذه الدرجة أم هو انعكاس الرخوة والتساهل وعدم تنظيم الأمور والاختلافات السياسية ممكن نقول حالة السيولة السياسية وحالة السيولة الأمنية تجعل الدم السوداني رخيصا أينما وجد سودانيا وأينما وجدت أرض سودانية يمكن أن تستغل تستغل على طول هل المسألة مرتبطة بالحاجة هناك إشكالية يعني إذا أخذنا الوضع في شرق السودان مع أسيوبيا كان في يوم من الأيام نظام السابق عنوة ترك أراضي عزيزة من السودان وغض الطرف نتيجة لأجندات تخص النظام في وقتها ولم يراعي مصالح السودان العليا أو فرط سيادة السودان على حدوده لذا عندما حدث التقيير ساعة السلطة الموجودة وحاولت أن تفرد سيطرة السودان على حدوده الوطنية وكان النتيجة عدم رضا أسيوبيا باعتبارها باتت بكل مرة تسحف داخل أراضي السودانية منطقة الفشق الصغرى والكبرى واعتقدت أن هذا الأمر سيملكها جزء من أراضي السودان وهذا تجاوز لاتفاقية 1903 التي بموجبها يعني ترسم الحدود اللي هو خط قوين المعروف بالإضافة لاتفاقية 1902 المتعلقة بالسودان والسوبيا في مسألة تقسيم المياه والإضافة للحدود كل هذه المسائل جعلت السودان أيضا يفقد يعني أرض عزيزة اللي هي منطقة بني شانقو الإقليم الآن يدبع لإسوبيا لكن هو كان إقليم سوداني السودان التزم بميساغ الوحدة منظمة الوحدة الإفريقية وميساغ الاتحاد الإفريقي ويجب المحافظ على الحدود الموروسة من الاستعمار لذا لا يوجد أي سبب من الأسباب يجعل إسوبيا أن تتصرف باعتبارها مالكة للأراضي في الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى البعض يقول أنه بيدي أسيوبيا وبيدي شاد وبيدي كل الدول وممكن يدي أريتريا الحق السياسي في التنسيق مباشر هو حالة عدم الترتيب عدم التنظيم السوداني الداخل السوداني مشغولين بتفاصيل داخلية وطاركين هذا الوطن الكبير هناك فراغ دستوري وفراغ سياسي يكاد يكون السلطة الموجودة في البلد قير قابضة على كل مفاصل الدولة خاصة متعلقة بالحدود أيضا حدود السودان حدود كبيرة يعني تحتاج لإمكانيات مهولة حتى يمكن السيطرة عليها لكن ما يحدث الآن في غرب السودان وفي شرق السودان المتعلق بإيسوبيا أو إيرتريا محتاج أيضا للسودان يعيد قراءة المشهد من ناحية استراتيجية وأمنية بالإضافة لذلك من ناحية سياسية يعني الآن الحدود بين إيسوبيا بين إيرتريا والسودان حدود مقلقة أنا ذهبت إلى شرق السودان قبل ثلاثة أشهر ورأينا بأم أعيننا يعني الحدود مغلقة ولا توجد حركة هل هذا الأمر برضو دكتور الهادي في السياق عفونا المقاطعة زرني هل هذا الأمر مرتبط بعدم وجود حكومة تنفيذية في السودان؟ نعم إذا كان هناك حكومة تنفيذية ولديها برنامج وتريد أن تنفذ إرادة الشعب السوداني وتنفذ التغيير وتحمي الشعب السوداني ويكون مسؤولة حماية أرواح المواطنين السوداني بطبيعة الحال سيكون هناك شيء إيجابي لكن في ظل الضبابية والتناحر السياسي ويعني تداخل الرؤى هذا سيشكل تحدي كبير أيضا على المواطن السوداني وعلى الحكومة السودانية أن يفهموا مثلا دول الجوار سواء كانت شات والإيرتريا والأسوبيا إذا لم يفهموا هذه الدول ستكون مشكلة هناك حوالي 9 قوميات في إيرتريا هذه القوميات هي الموجودة معترفة بها رسميا عندنا في السودان أكثر من 500 قومية أو قبيلة وحتى الآن لم نستطيع يعني التفاعل أو التعامل مع إيرتريا في قوميات مغارنة بالقوميات السودانية بعض القوميات في إيرتريا لديها امتدادات طبيعية داخل السودان وهذا يعني لا يمكن بأي شكل من أشكال حجر القبائل أو المجتمعات أن تكون يعني عدم التواصل لكن في الحدود السياسية للدول يجب أن تنظم ويكون هناك احترام وتبادل أيضا وتعاون مع الدول الأخرى حتى لا تحدث انتهاكات وتجاوزات عبر الحدود جميل أستاذ عمر أجيك مرة ثانية يعني الخرطوم أبلغت إن جمينا رفضها قتل سوداني 18 سوداني داخل أراضيها بقرب من الحدود الفاصلة بينها بوسطة مجوعة وسلحة شادية طلعت القوات المشتركة الشادية الجانب الشادي العسكري فيه مؤتمر أو فيه بيان بيان مقتضب كده أيضا وكان سريعا على الإعلام الشادي ونقل على المنصات الاجتماعية في السودان وفي الجاد بيقول أنه عكس القصة أنهم مجموعة سودانية حاولت ونهبت إبل الشادية فطردهم الشادين فقتلوا الشادين تغيير وتزييف للحقائق قبور هؤلاء الشهداء موجودة 18 وموجودين ومناطقهم وأسرهم وأهلهم وما إلى ذلك لكن في تقبيل حتى يعني مش مسألة الجرم الذي يحدث حتى الجانب الرسمي في بعض الدول يقوم بمحاولات واضحة قدام الرأي العام الداخلي والخارجي بتزييف الحقائق وتزويره هل نحن نقيش في أكثر المراحل رخوة وهشاشة في تاريخ السودان واستهتارا بالسيادة الوطنية السودانية من دول الجوار أنا لا أريد يعني نقول من دولة كده ولا كده لكن من دول الجوار والوضع دايز استمر حيوصلنا وين يعني طيب أنا قبل كده بس أحب أنه أقوم أعمل لما أذكر وقف محمد إدريس بعض الإضاحات فيما أتعلق بالمزال بتاعت المبادرة والتدخل الالترين حقيقة إحنا لو ما أخذنا بالأسباب أو عرفنا الدوافق ما بنقدر أن نقوم نقيم زي ما ذكرت أنت المبادرة هل ممكن تدق أرضها أو لا تدق حقيقة النظام الأريتري أو تحديدا شخصية أفورقي لأنه لا يوجد هناك نظام أو يوجد دولة أو سيستيم على أساس أنه نحنا نقدر نحلل السراتيجية ظل فترة علاقة بالسودان رهيل لهواجز متجددة فالناس اللي تذكر أنه بعد سنة من التصيب في 94 هو التدخل ما أول تدخل لأنه كان أول تدخل استقطب كل المعارضة السودانية لو الناس تذكر وسلم السفارة السودانية للمعارضة وظلت هذا جزء من الهواجز كان يجعر بالتهديد المشروع الإسلامي في النظام السابق والمشروع العربي وتطور هذا الهاجز في التقارب الأسيوبي السوداني وأي تقارب بين أسيوبي السودان كان بالنسبة لأفورقي تقامر هذه الهواجز نمت وتجددت الآن لديه هاجز التغيير أو الصورة هو الآن قلق جداً التغيير الذي تمه في كل المنطقة في اليمن وفي أسيوبيا وفي الصومال قبل شهرين كان فيها نظام وفي أسيوبيا تغيير وفي السودان تغيير فيخشى العدوى وأعتقد بأنه المبادرة الأخيرة والسلوب أول إتخذ أسياس أفورقي فيه شيء من القلق أول ريبة أول إصرار على أن يتدخل في الشأن السوداني أرسل الوفد أول مرة يماني جابرياب وعثمان صالح وللمرة الثانية برضو رسل وفد بنفس المبادرة وتدخل ذات نفسه وأفورقي وصل مرحلة يخاطب الرأي العام وما منعاته رجل غليل الكلام رجل مقامد الخطاب كان يحاول أن يشكل الرأي العام أو تحديداً مكون الشرك دار تقول ماذا؟ أفورقي دار يصل إلى ماذا؟ أفورقي الآن أنا لو أكملت لك المرحلة الآن الأزمة التي نحن نتحدث أنه هناك بوادر لمؤشرات لإنفراج أفورقي كان يكون مقبول لو كان في فترة تجتداد الأزمة تدخلات الخارجية والصراع بين المكون العسكري ولكن الآن هناك مرحلة الناس توجهت للملمة أطرافه وحوار والمكون العسكري هل أفورقي يبحث عن موطق قدر؟ نعم أفورقي يبحث ما كان لي توفر له في السابق؟ نعم هل هذا الأمر صحيح؟ وأفورقي لا بد له أن يعيق التقيير القادم أي تقيير ديمقراطي في السودان باعتبار هو مهدد لأفورقي في المنطقة ده في المقام الأول قبل هذا نحن يمكن أن نقول أنه عفوا على المقاطعة مرتانية لأن هذه المسألة هي نقطة مولدة لكثير من الأسئلة والاستفهمات هل ممكن يكون الآن كثير من الناس يتساءلوا عن إلى من تشير أصابع الاتهام في قضاء شرق السودان؟ من أكثر الأقاليم اشتعالا بعد غرب السودان وشرق السودان أول الاثنين ممكن يكون في مرحلة واحدة هل ممكن يكون هناك أصابع تشير لبعض الأطراف الخارجين نعم نعم هو العامل المشترك كل ما يحدث الآن تعتقد ذلك؟ لا أعتقد ولكن كل المعشرات تشير إلى تدخلات إذن تعتقد ذلك؟ نعم أفورقي يعمل وفق أجندة خارجية أجندة خارجية أو تدخل لا نترك التنافس الحاصل التنافس الصيني التغيير بالولايات المتحدة للخارجة بتاع المنطقة تبنت التغيير في أسوبية وتبنت التغيير في السودان وتبنت التغيير اللي هو ما يعرف إعادة الرسم الخارجة من منطقة القارجة الأفريقي بهدف حد من النفوذ الروس والصيني فالآن السيدة أفورقي يطرح نفسه كقيادة إقليمية كشخص مؤثر في المنطقة بيده هو لاحظ أفورقي يحتفظ بكمية من كروت الضغط حتى في الفترات اللي كانت كل المعارضات والحركات قبل أيام المغاومة حركات المسلحة كلها كانت موجودة أفورقي يحتفظ بالمعارضة الأسيوبية أفورقي يحتفظ الآن بالجنود الصوماليين المشاركين في الحرب وكل هذا طرويج طرويج كأنه يكون لاعب إقليبي للدول المهيمة أو الغربية وضحت الفكرة فاصل قصير إذن ونعود نواصل معكم ما تبقى من دائرة الحدث إبقوا معكم أرحبكم مرة أخرى وأخيرا في هذا الجزء الأخير من دائرة الحدث لازمنا في نقاش عن وضع الحدود في السودان عطفا على الأحداث المؤسفة في غرب البلاد والتي أدت لمقتل ثمانية عشر شخص سوداني وأيضا الأحداث السياسية وانعكاسات السياسة في الداخل الأريتري عطفا على دعوة أريتريا لإدارات أهلية سودانية وعدم التنسيق مع الخرطوم بدعوة أو بزعم مؤتمر أو مبادرة لإصلاح الأوضاع السياسية في شرق السودان نناقش كل هذه المواضيع معي ضيوفنا كرامل رحبهم مرة أخرى داخل الأستوديو لكن أستاذ محمد الدريس سأجيك مرة ثانية الحكومة السودانية منعت بعض الأشخاص نسيبوا لوفد إدارات أهلية معينة ووفود سياسية معينة من الوصول لأريتريا عن طريق البر هم كانوا ماشيين يشاركوا في نفس المبادرة أعتقد المبادرة اللي بيرعاها بشكل مباشر الرئيس أفورجي سياس أفورجي لبحث قضايا شرق السودان يعني دي مسألة دائرة الناس يقفوا عندها شوي يعني حكومة بلد بتمنع أبناء بلده عشان يمشوا لمبادرة معينة المبادرة دي البلد الطرحاها ما نسقت مع الحكومة ذاته لم تنسق حتى يعني دي شكل ربما من أشكال الفوضى التنسيقية والفوضى السياسية والفوضى بين الدول ربما ما لا يحدث إلا في أفريقيا أفريقيا القديمة ذاته ما أفريقيا الجديدة المتطورة الآن صحيح؟ ماذا يقصد السياسة فورجي يا محمد؟ طيب هذه المسائل ما بينزلها في السياق العاطفي إنه فيه زي ما نحن قبل تكلمنا إنه فيه مشتركات كثيرة لكن في جانب السيادي لأنه الموضوع يتعلق بسيادة البلد بالتالي ليس هناك إشكالية في طرح رؤية الإشكالية في الطريقة التي سيغت بها طرح الرؤية لكن للغنوات الرسمية هذه الرؤية صحيح بالغنوات الرسمية واحدة من الملاحظات على طريقة الدعوة إنها لم تقتصر على الإدارات الأهلية شمل السياسيين بواجهات قبلية طيب حوت في داخلها أيضا تفاصيل فيها غموض وفيها دل خل الناس يندهشوا إنه من كانوا حتى يتصدون لخطاب الكراهية في شرق السودان كانوا موجودين في هذه الدعوة شخصيات معروفة كانت تزايد على بعض المكونات إنها تنتمي إلى أريتريا أو قادمة من أريتريا بيد أنها كانت الأسرع نفس هذه الأصوات كانت الأسرع بل الدعوة المبهمة الممعروف تفاصيل لشنوه يتخيل يا راشد زول ماشي قاطع له قريبا ألف كيلو وهو ما عارف ماشي لشنوه هل أنا استمع إلى دعوة الطرف الآخر؟ هل هو فعلا ما عارف ماشي لشنوه؟ هو ما عارف ما فيه أعضاء مشاركين يعني هل جميع المدعوين ذاتهم هم عارفين ولا بس الناس بيقولوا بيعتقدوا أن الحكومة السودانية هي فقط ما لا تعلم ما هو بيكونوا عارفين لو تم تنسيق لو ألحقت الدعوة ببرنامج جدول لعمال المطمر ما فيه حتى جدول العمال ما فيه جدول العمال المبادرات المطروحة أسيا الآن ما في الساحة فيه مبادرة أفريكية سعودية الناس ما عندها مشكلة لأنه دي طرحت وفيه رؤية واضحة ويتعمل لها مطبر صحفي في مبادرة مطروحة من الانويتامس في مبادرات كثيرة مطروحة ربما أيضا يكون هذه هي الإشكال إنه ذاتها طرحت في وقت تمور فيه الساحة السياسية بمبادرات دولية ومحلية لسه عمت عرفت نتائجة شنو يعني فإنتك تجي تصدر مبادرة في وكيز زيدة برضو إنت ما قرأت الساحة قراءة جيدة عطفا على إنه يعني يكون الخيار لوصول الوفود هو الخيار للمنافذ البرية ويتقافل الحدود الجانبين أربع سنوات يعني تعطلت فيها مصالح البلاد والعباد على الشريطة الحدودية اللي بعيشوا من التجارة والتبادل للتجارة اللي كان ممكن يتغنن بمناطق حرة ويستفيد الشعبين الكلام الذكروا قبل ذكر إنه في هواجس وظنون تحرك هذه الأشياء أو المؤتمرات أو المبادرات يفترض إنه يعني في المرحلة دي الأشياء يفترض إنها تنظر في إطار إنه المصالح المشتركة بين الشعبين تبقى هي الأساس وليس المطامع السياسية بيننا يعني ما يكون في خشية إنه في ثورة في السودان وفي تغيير ربما هذا يؤثر في مكونات اجتماعية ربما مشتركة تحظى بوجود في الدولتين وعندها صغر الاقتصادي وسياسي يكون في خشية من هذا الأمر وتتضرب في هويتها ويمارس على المزايد السياسية في الداخل هنا وبتحريك تلك الأوراق الشطرنج في إنها تؤثر على مجريات المشهد السياسي السوداني وزي ما أنا قبل قلت إنه إحنا ما بنقدر هنا ممكن نطلق مبادرة لما هي أريتريا بتمور بالخلافات السياسية والمعارضات موجودة في أوروبا وموجودة في مناطق قريبة للسودان ومن باب الدوار أيضا ممكن أن يتبنى لكن هل سترضى الغيادة الأريتريا بهكذا طرح؟ بالتالي يجب إنها أيضا تعي بإنه مسألة طرح مبادرة يقتدي إنها تمر بالحلقات المعروفة الترتيب مع السلطات طرح الرؤية ذات ما بتقدر تقول في مبادرة لأن المبادرة بيكون بها جندتها بمواضيع وتفاصيلها يعني مثلا ما هي الرؤية في قضايا الاجتماعية المسائل بتتعلق بإشكالات حقيقية حدثت في الإغليم في غتل في ناس ماتوا في بيوت حرغت ما هي المعالجة لهذا الأمر؟ هل حتقول لهم خلاص أنتوا السامحوا وأنتوا أهلوا كلا؟ لا لا لن يكون حل مثلا في مسألة في مطالب لبعض الناس وبعض الأطراف من المدعية في هذا المؤتمر إنه هي دائرة منبر تفاوضي جديد طيب حتقول لهم نحنا خلاص هنعمل منبر ونعيد تنشيط مثلا الاتفاق السمر الذي يوقع في 2006 كل المواضيع دي ما معروفة ربما تكون هناك دعوة بحسب المتابعات والتواصل مع الأطراف الممكن تكون دعية إنه ما في حاجة واضحة أو أجندة بقدر ما بس في دعوة على هامش هذه الدعوة في لغاء بالرئيس الارتسي دكتور الهادي الآن هل بتعتقد في هذه الفترة نحن في حوجة لتحركات دبلوماسية كبيرة تعيد السودان تاني للمصفوفة المصفوفة الدولية اللي بتخلي السودان في مسافة الأمان من كل التوترات الإقليمية سواء كانت سياسية أو أمنية أو ما إلى ذلك هل التحركات الدبلوماسية ناجحة وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف ولا توجد حكومة في الخرطوم الثاني بنرجع ربما للنقطة الأولى في الحكومة نعم نحن نحتاج في السودان أولا للدبلوماسية داخلية يعني على الحكومة وعلى القائمين على الشأن العام عليهم أن يحترموا مكون شرق السودان قضية شرق السودان لها تقريبا ثلاثة سنوات حتى الآن لم يتم عالجتها فبطبيعة الحال لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا يا إمن السلطة والقائمين على الشأن العام يتحمل المسؤولية التاريخية ويجلس ويحل مشكلة شرق السودان بكل وضوح شفافية ويتم عالجة المشاكل وكل القصور والإخفاقات وإلا أبناء شرق السودان أو مكون شرق السودان هم ليست أبناء الحكومة وليست ملك الحكومة هم أيضا مواطنين سودانيين لهم الحق أن يبحثوا عن الحل سواء كان في أمريكا أو في نيوكو لودونيا أو في إريتريا نحن لا نشجع أن تتدخل الدول نحن لا نشجع أن تتدخل الدول في الشأن السوداني لكن أيضا على حكومة السودان أو السلطة القائمة في السودان أو العاملين في العمل العام أن يتحملوا المسؤولية ويكون لديهم إرادة والأخذ بزمام المبادرة والتقدم خطوات لكن دكتور رهلد معلش أن نقطة سؤال هل تعتقد أنه المسألة بتاعت الحل الداخلي ده هو عنده مزاج؟ ما فيه ناس بيقولوا أن الحل السوداني ده زي البقى ما عنده مزاج هنا في السودان السودانين ما بيحبوا إلا الحل اللي بيجي بنبرز ويكون شوية لونه مختلف ويتكلم بلغة مختلفة ده ممكن الناس ينظروا له بأنه عنده الحل لكن الحل السوداني أنا أطرح عليك حل أنت لن تثق فيه هذا ما تعودناه في السياسة السودانية طيلة السنوات الماضية هذا مفهوم واحد من المفاهيم لكن إذا كان هناك إرادة حقيقية ونوع من الشفافية والنظر لجزور الإشكالات يمكن أن يكون هناك حوار وأيضا الدبلوماسية الداخلية مطلوبة هذه الدبلوماسية إذن عكست على ممارسة السياسة وأيضا الاهتمام بقضايا كل أطراف السودان سواء كان في الشرق أو في القرب أو في الأوسط أو في أي اتجاه جغرافي من اتجاهات السودان يمكن أن تحل الدبلوماسية الخارجية مطلوبة رغم أنها تعاني من قصورا في فترة النظام السابق وهذا العكس في شكل بنيوي حتى الآن نرى هناك تخبط في السياسة الخارجية تخبط في سياسة المحاور مصالح السودان حتى الآن لم تحدد بشكل واضح التخبط هذا سببه شنو؟ وجود تيارات عديدة تتبع لمحاور عديدة أم عدم وجود رؤية أصلا من الأساس؟ أم فترة الدبلوماسية في فترة قريبة من الفترات كانت مؤدلجة أو مسيطرة عليها من حذب معروف حكم 30 سنة نعم حكم 30 سنة لا يمكن نزع الأمور هكذا هذه مسألة بنيوية وفيها تراكمات محتاجة لمعالجات طبيعية دكتور الهادف يحصل له الآن؟ حالة التخبط في العلاقات الخارجية لا نحكم أنه طبيعي ونستسلم له لكن تشويه من التشوهات الموجودة في المشهد لذا محتاج لتحمل مسؤولية سواء كان القوى السياسية من يتحمل مسؤولية؟ الجميع العاملين في الشأن العام القوى السياسية القوى المجتمعية السلطة القائمة المكونة العسكري الجميع عندما تمت دعوة مواطنين سودانيين لإريتريا كان هذه الدعوة بها سياسيين بها مكونات اجتماعية فيها أناس كانوا ضد إريتريا وآخرين لم يبرزوا الشكل العداي على كل الجميع كان يريد أن يبحث عن حل لكن الشيء الذي يريد أن أقوله إريتريا ليست عدو للسودان تشاد ليست عدو هناك تداخلات لكن مسألة السياسة أحيانا قد يكون فيها يعني المعيار يطفو أكثر أو يعلو أكثر من التوجهات الموجودة في بلد ما هذا ما يحدث عندنا الآن في السودان إريتريا أرادت أن تقيم نوع من الحل لكن ربما الطريقة أو الآلية التي اتبعتها ربما قد يكون فيها تحفظات من الجانب السوداني هذا كان يمكن يتم مراجعته ومناقشته مع الجانب السوداني وأيضا على السودان أن يبادر أن يحل المشكلة داخليا حتى لا تتدخل أي دولة من الدول لكن بطريقة الشكل الماشي شاهدنا مبادرات كثيرة كان معمر القدافي في وقته وكان يدعو آلاف الرجالات الأهلية إلى ليبيا كل دولة تتدخل وكل دولة تريد أن تضع يدها على الدولة لذا الحل لابد أن يكون داخلي ودبلوماسية داخلية جميل أستاذ عمار أخيرا أبيي اعتداءات حدثت على مجموع من المواطنين الفشغة كما ذكرنا الآن أريتريا يعني تختلف حتى مسميات الاعتداءات اعتداءات سياسية اعتداءات أمنية تقريبا كل أنواع الاعتداءات جنوب السودان ليبيا السودانين يموتون في ليبيا في الحدود ونتيجة التعذيب من الميليشيات ومن الحركات وهم ماشيين على التهريب وما إلى ذلك بالأمس القريب تشاد يعني اللهم يمكن إلا أفريقيا الوسطى في الثلاثة سنة الفات الدين ما حصلت بنا كل الدول لكن ألا تعتقد أن هذا الأمر استمراره قد ينبئ بما هو أخطر وما هو الحل وده شي طبيعي ولو لاحظت درجة الخطورة مزعج بس لدولة زي السودان في تزايد لكن الحديث عن المعاليات والتدخل إذا كانت هناك نظام رؤية أو تحديد الخطوط الحمراء لو لاحظت بأنه حتى الارتكازات أو السوابط الوطنية أصاب بعض زي ما تفضلت وذكرت بسبب شما؟ نعم بسبب التغيير السياسي التغيير السياسي المفاجي عدم الوعي السياسي عدم الدراسات الاستراتيجية يعني مثلاً أفطرد الأزمة في شرق السودان سبباً سبب أزمة عجزت الحكومة على مدار سنتين في معاليتها فكانت أزمة يعني أساسي أفورقي باستغل الأزمات ما صنع الأزمة هو دائر يتدخل لأجن معالية أزمة الشرق وأزمة الشرق كانت مأسلة أمام الحكومة ومام المزودين ولم يتحرك لنتجة حلول إن لم يتم تحديد السوابط أو المرتكزات الأمنية تحديد المصالح الوطنية المتركة لو لاحظت أنه جميع المتحدثين والاستراتيجين إنه البلد بطمور بمنعطف خطير ويدين التدخلات الأجنبية وأسياء ولكن نحن من فتحنا الباب للأجنبي تقصدنا بعدنا الحد الليلة شوفنا المنعطف دزعت الحلول الآن تمت في غرب السودان زي ما تفضل الدكتور حلول أبنية لغرب السودان فقط على ما أذكر إسراء ما ذكر الدكتور مجلس الأمن والدفاع أو تكاد تكون أمنية موقتها نعم لإعدام والرؤية لكن لا يوجد تحليل وتعريف للأزمة ومحاولة العلاجة وضحت الفكرة أستاذ عمار أعتذر منك للمقاطعة نسبة لانتهاء وقت الحلقة شكرا جزيلا أستاذ عمار العراكي الأكاديمي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي ودول الجوار شكرا جزيلا لحضورك وإفاداتك شكرا جزيلا أيضا لدكتور الهادي عجب الدور الأكاديمي والقيادي بالجبهة الثورية ورئيس المعهد الأفريقي الدولي للسلام ببروكسل دكتور الهادي شكرا على حضورك وعلى إفاداتك شكرا أيضا للأستاذ محمد إدريس الكاتب الصحفي المهتم بقضايا شرق السودان شكرا لحضورك وإفاداتك أيضا شكرا جزيلا لكم جميعا وشكرا لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابع لهذه الحلقة من دائرة الحدث الأنقام شكرا لكم